وصلنا إلى فقرتنا المنوعة اليوم من الكويت حيث أطلق متحف الفضاء في القبة السماوية في مركز الشيخ عبدالله سالم الثقافي العرض الأول لفيلم أصل الكون واللي خصصه لموظفي شركة الكويتية للاستثمار طبعا هذا الفيلم يركز على علم الفيزياء يساهم في التعريف والتوعية بهذا العلم وبآخر التطورات والاكتشافات اللي حققها الإنسان في مجال الفيزياء الفلكية هنشوف شهدت القبة السماوية في متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله سالم الثقافي إطلاق العرض الأول من فيلم أصل الكون المتخصص بالقبب السماوية والذي يسلط الضوء على جانب علمي مهم هو علم الفيزياء والفيزياء الفلكية هذا الفيلم أصل الكون يعتبر من الأفلام العلمية المتخصصة والمخصصة أيضا للقبب السماوية القباب السماوية تعتبر مختبرات الفلكيين نهدف من هذا التعاون للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور نسعى من خلالها إلى رفع مستوى الثقافة العلمية في مجال علم الفلك والفضاء لنصل إلى جيل واعي ومدرك للحقائق العلمية والتطور وما يدور حولنا في الإنسانية من تطور علمي في هذا المجال الجانب العلمي الذي صلت الضوء عليه هذا الفيلم هو جانب الفيزياء والفيزياء الفلكية والتي تدخل في شتى المجالات العلمية والحياتية هذا الجانب يبين تطور علم الفلك إلى ما وصل إليه اليوم وإلى ما حققه الإنسان من اكتشافات أخيرة في هذا المجال الفيلم هو ثمرة تعاون مشترك ما بين مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والشركة الكويتية للاستثمار في إطار المسئولية المجتمعية المشتركة وهو يسلط الضوء على إحدى العلوم المهمة التي تدخل في شتى المجالات العلمية والحياتية الفيلم الذي شفناه اليوم هو ثمرة تعاون مشترك ما بين مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي والشركة الكويتية للاستثمار والذي هو ينبع من اهتمام الشركة الكويتية للاستثمار ودورها في المسئولية الاجتماعية التي تمس شريحة شبيرة من المجتمع وكان من ضمنها طبعا العلوم المهمة بالنسبة للمجتمع وهو علم الفضاء الهدف من هذا الفيلم هو إثراء المعرفة العلمية بالوصول إلى أكبر شريحة في المجتمع ورفع الثقافة العلمية في مجال علم الفلك والفضاء لتوعية الأجيال بآخر التطورات العلمية في هذا المجال جهان حبيب تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر